هلو ازايكو عاملين ايه معاكو الشرية هنا اشرف ميك اوب ارتست وحلقة النهاردة هكلمكو على شنطة الفرح الشنطة اللي انتو هتاخدوها معاكو في الفرح ازاي تجاهزوها ايه الحاجات اللي تحطوها في الشنطة عندنا حاجات كتير قوي محتاجين نركز فيها وهي اول حاجة ان احنا ملنساش ناخد معانا خيط وابرة ان كيس حصل اي حاجة قطعت او حاجة يبقى معانا ابرة وفتلة اي حاجات مهمة اوي مهمة ان ان احنا نركز بيها ان احنا يبقى معانا اي ادوية مسكنات احتياطي لو في اي حد تعور او اي حاجة قطن يبقى معانا الحاجات دي وبردو يبقى معانا ميك اوب ريموفر ووايبس وانه هنبقى ماحتاجين ان احنا نمسح الميك اوب بعد الفرح فليزم يبقى معانا ميك اوب ريموفر دي حاجات مهمة قوي بتتنيسي فرشة سنان طبعا ومعجون سنان إن كيس إن إحنا أكلنا أو شربنا فقبل ما نبدأ ميكوب نغسل سناننا وفي برضو ويتنينج ستريفس كده بتتباع ممكن تستخدموها نتو تحطوها دي بتعمل إفاكت بتبيض السنان في ساعتها يعني فممكن تجابوها برضو لو حابين إن السنان كنت تبقى شكلها أفتح في الصور وكده برضو أكيد من أهم حاجة هي الفستان نفسه إنه أنا شفت على رئيس قبل كده نسي الفستان فراحهم في البيت دي حاجة مهمة قوي برضو الطرحة الأجساس اللي هنلبسها في الفرح لو إحنا هناخد أوتفت معين هنلبسه وإحنا في البرباريشن وقت التصوير وقت ما بنخط ميكوب وإحنا بنعمل شعرنا أوتفت معين لو في سليبر معين بتحب إن إحنا هنلبسه برضو نجيبه معنا لو في أي كليبس عايزين أن تبقى معنا وقت الشعر قبل يعني ما نبدأ الشعر وإحنا بنحط ميكوب عشان الشعر ما يضايقش وقت الميكوب دي كلها حاجات مهمة قوي وأساسية قوي مدى الحاجات برضو اللي مهمة قوي نحن ما ننسهاش إن إحنا نجيب الهيلز اللي هنلبسها في الفرح ناخد السنيكرز اللي هنلبسها برضو بعد الفوتو ساشن اللي هتبقى حاجة مريحة اللي هنعرف نرقص بيها إن إحنا برضو ما ننساش إن إحنا نجيب شوية ميكوب بسيط كده يبقى معنا يبقى احتياطي معنا عشان لو إحنا تاني يوم مثلا نازلين هنفتر في القتل وهنبقى بيتين نبقى نحط كده حاجات خفيفة اللي برضو يبقى معنا احتياطي عشان تاني يوم وإحنا بنفتر أو لما نمشي قصر من القتل فلازم نعمل حسابنا في كل حاجات دي الحاجات برضو اللي احنا بنلبسها تحت الدرس سواء شورت أو طوب أي حاجة لونها أبيض عشان تبقى برضو بينة يعني ما تبنش إن إنتوا عاملين لون عاكس على الفستين فتبقى حاجة كلها نفس اللون فدي حاجات مهمة قوي قوي لازم نحطها في الشنطة وما ننسهاش وأهم حاجة إن إحنا يعني نحضر الشنطة دي قابليها بمدة يعني على الأقل مثلا إسبوعين وبرضو في حاجة نسيت أقولها لكم إن إنتوا لو عايزين تأخذوا معيكو احتياطي بايبي ديس أو أي حاجة ساشوار أو أي حاجة من حاجات دي برضو احتياطي تأخذوها معيكو فدي حاجات لازم نعمل حسابنا عليها في الشنطة ونحضرها من بدري وأي حاجة بتقارناها نحطها على طول في الشنطة عشان نبقى مستعدين ومتحضرها من بدري وجاهدين وما ننساش أي حاجة من الحاج وبكده أكون قلت لكم تقريبا ملخص أي حاجات اللي إحنا نقدر نتبهى ونتبقى معانا في الشنطة يوم الفرح وما ننسهاش وبس كده لو شايفين أي حاجة برضو مهمة أنا مقلتش عليها لازم تتاخد يوم الفرح وتتحط في الشنطة اكتبوها في الكومنس عشان تفيدوا غيركم من العرايس ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة النهاردة واشوفكم حلقات تانية كتير